الزقائي الأعزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمشية اللال هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان من المسؤول عن إثارة بعض المشاكل التاريخية في الوقت الحاضر أخواننا الأعزاء البارحة يعني بحدود ثمانية ونوص تقريباً ثمانية وثلث ثمانية ونوص أجواني اثنين من الأجدقاء الأعزاء حقيقةً يعني أعزاء على قلبي وقلت لهم تفضلوا وقالوا لا مو مال قاعدة أريد نروح البيت أبو رائد قلت لهم الحجي قالوا إيه قلت لهم خير إن شاء الله قالوا اسمعنا بأن ما لخلوق وصحت شوية من دهورة يعني قلت لهم فادمر لمريض يعني قالوا لا بس يعني شوية ها شوية تعبان قلنا نروح نزوره ونمر عليك قلت لهم بالخدمة والله رحنا المهم ما دخلوا بالبيت طبعاً رأساً أنا خدت ملابس البست وهذه ورحتوا إياهم لقينا هناك هماتينا بعض الأخوان بحدود الخمس أخوان أو ستة أزقاء قسم معرفهم قسم معرفهم المعرفهم هم ولد منطقة يعني مو غربة قدمونا الضياب فخير من الله وبدينا نتكلم ونحكي جابوها على المتقاعدين جابوها مننا مننا رأساً صار حديث حول مكانة أبو سفيان بالإسلام ومكانة أبو طالب أو أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى أبو طالب أو أبو سفيان وصار النقاش يعني تقول كل واحد بدأ يضطي رأيه وكأنما أبو طالب ابن عمهم أو أبو سفيان ابن خالهم أو ما أخذ بيتهم نسيبهم يعني ما قلت نقاش يا جماعة مستميت هذا على الدفاع على أبو طالب مستميت يعني ما أبداً يحتيوا بحرقة وبعصبية وهذه حتى دخنا الآخر يحتي عن أبو سفيان وكأنما زوج بيته أبو سفيان ويحتي أيضاً بحرقة وبعصبية وهذه يعني أنا حقيقة ساكت بعدين ما قدرت أتحمل قلت لهم يا جماعة الخير يا جماعة تدرون الآن مصف الرشيد ديقص ديقطع رواتب اللي موطن رواتبهم على مصف الرشيد سلفة مال الشهر الثالث والرابع بالغلاط يعني واحد يطلع له راتب ألف ونوص لو ألفين ونوص قالوا صدق قلت لهم والله يا أخواننا العزاء هذا الحش دا أقولهم أنا لهم دا أقولهم يا أخواننا العزاء شوف السلف اللي يطيها مصف الرافدين الشهر الثالث اللي يطيها مصف الرشيد الشهر ياخذ عليها أرباح المفروض بنا إحنا نطالب نطالب الحكومة أن تطفئ السلف تطفئ القروض أن أتقلل الأرباح أتقلل الأقصار لأن تعبنا يعني شنو راتب المتقاعد خمسمية ديحشوننا بهاي القضايا الله يرحم أبو سفيان و الله يرحم أبو طالب و الله يرحم كل المسلمين و الله يرحم حتى جميع المو مسلمين بس يا جماعة الخير مو هيك الحديث ترى يصير ترى إحنا تعبنا من هذا الحديث إحنا الآن نشوفه بها وقيت و ليش دنثير هاي الأمور ليش دنثير هاي الأمور يعني الأستاذ دي يدافع على أبو سفيان و كأنما ابن عم والأخ يدافع عن أبو طالب كأنما ابن خالة زين مون يدافع عن مشاكلنا إحنا الآن اللي دنعيشها السكن ماكو سكن ناس قاعدة بالإيجار أعظام مجلس النواب كل واحد أخذ ثلاث ملايين بدل الإيجار ليش ما ينطون للموظفين للمتقاعدين أيضا ثلاث ملايين هذا مو من حقنا مو بلد نفطي إحنا مو نصدر أربع ملايين ونص برميل جين وين فلوس النفط يا جماعة خلونا نتحدث بهاي الأمور مو أحسن مشاكلنا يعني نخلص من شغلة التطبيع نخلص من الخليج عربي لفارسي نخلص من مسلسل معاوية هالمرة تجينا مشاكل أبو طالب وأبو سفيان يا جماعة الخير إحنا بيا قرن إحنا القرن الواحد وعشرين وراحن طبلة اثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين وانت تجي تحكي لي أبو سفيان أفضل له أبو طالب ما يصير هيتش يا أخوان خلونا نحكي بمشاكلنا خلينا نغرس المحبة نغرس الإخلاص للوطن بهاي الظروف نعلم أبنائنا نعلم أجيالنا نعلم أولادنا وأحفادنا إذا إحنا الناس الموضع ستموا كلهم موظفين وبيهم أساتذة يعني ما بيهم إنسان أمي مع احتراماتي للأم طبعا كثير من الأميين اللي ما يعرف يقرأ ويكتبه لكن تشوفه أثقف من حامل شهادة حقيقة والله لأن الثقافة تجي نتيجة المجالسة مع الناس مو المثقف هو يقرأ كيميا وفيزيا وجبر وهندسة لا مثل ما تقولون مجالس المجالس الثقف الدواوين الثقف المهم يا أخواننا الأعزاء تقريبا بالبداية صار شوية ضيجة خلق وبعدين لا والله شوية بتسمى وجابونا حاموض يعني نومي حاموض مع الشاي حاموض وشربنا وتقريبا راضيناهم كلهم يعني ما خلينا زعل فنتمنى يعني هذا الموضوع أنا داريد أنشره يعني أتمنى من كل الأخوان اللي يشاهدوا المشتركين والمشاهدين أن ما يفسحون مجال لأي إنسان يفتح مجال يعني يفسح لمجال بالتحدث عن التاريخ التاريخ ومشاكل التاريخ لأن التاريخ ينكتب ينكتب مون يقول يعني كتابة التاريخ صحيحة يعني احنا نشك بكتب الكتاب ده نشوف هسا كتابنا كلهم ينطوهم فلوس ويكتبون وده تشوفون المعارك اللي صارت وغيرها وغيرها يسعد صباحكم صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة يكتبوا آراءكم أخواني واقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس الاشتراك ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق